صلى النبي صلاة العشاء الآخرة ثم ذهب إلى بيت أم هانئ فنام بعد العشاء وفي الليل جاءه جبريل عليه السلام يوقضه فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من بيت أم هانئ مر على البيت ثم ذهب مع جبريل يقول فرأيت دابة عظيمة دابة غريبة لها جناحان ونرمال وكي ادير طير كينشي حمار تيطير بلجنح لها دابة تنقل الأنبياء تضع حافرها في منتهى طرفها فرقيها النبي صلى الله عليه وسلم اسمها البوراق وأخذ التسري به في تلك الليلة باتجاه بيت المقدس ما أعظمها من رحلة وما أجملها من رحلة فيها كتماة لقد قلت إلى اللي فاتج بنت أتعود ألا لاشي حاشا تاريخية ولا تقول كتماة خير الخلق على دابة الأنبياء التي تنقر الأنبياء البوراق يرافقهم جبريل عليه السلام بنفسه في الطريق رأى قافلة رأى أمور يو كان جبريلي هزو يديه داروري خصوه داروري خصو الطاكسي ما جبريلي ديرو فوق دارو يديه عادي وعلش ما يتليبورتيش الله الله ما سيعرفش تليبورتيشن تعرفها لا بدة حمار والاستقليج ناحو صداعب قادي وعلش ما يجيب هشاش الفرخ ولا يجيب شي ما لك يا زو اللي يكون في يكون لخصو داروري الطاكسي عجيبة حتى وصل إلى بيت المقدس وكل أهل مكة نائمون لا أحد يجري عنه وصل إلى بيت المقدس اذا ما فين كانت يتعرفه بعده وش كانت يتعرفه بشي بلاسة يقدروا يشوفه الناس ولا كانت يتعرفه عالي بزاف يعني مشادك القادية دي الهواء والأكسيجين فوجد فيها لأول مرة يراه إبراهيم الخليل يقول أشد الناس شبه به صاحبكم يعني هو عليه الصلاة والسلام ورأى موسى يصفه يقول رجل طويل آدم وبالنسبة قادرة هذه القادية للبوراق اللي يربطوه وش كان شي واحد غادي يتلقى موسى وما يربطوش ويخاف عليه من موسى وموسى كان مسرمل موسى راي يزرب لي على البوراقي لو ما ربطوش يعني أنا تنعتبر محمد كي أن هو ربط البوراقي جاعد كأنه من رجال شنوى ووجد عيسى عليه السلام رجل أحمر لا قصير ولا طويل صبت الشعر أشد لا قصير ولا طويل لا غاليد ولا رقيق لا زوين ولا خايب لا مسرر لا أحمر لا ضريف لا خريف ما يمكنش يوصف لك ديريكت نحن عادي تقول هذا خرواني هذا زوين هذا خايب هذا طويل هذا رقيق هذا غلايد ما نشدك بينه بينه ووصاف ديالهم ديما نصنص ما طويل ما رقيق ما غلايد ما رقيق ما طويل ما قصير وفي جمع من الأنبياء في بيت المقدس في الأرض المباركة صلى النبي إماما بالأنبياء ثم بعد باش صلى بهم باش صلى باش صلى قال لهم استووا ترسوا يرحمكم الله وبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين باينا يكون قال لهم ديك يحوى تحوى أحوى تحوى 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 ما له إناء إناء من لبن وإناء من خمر فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إناء اللبن فقال له جبريل هديت للفطرة وهدية أمك الفطرة لا تشرب الشراب ولكن ما حرموا الله تضراب محمد ما عارس حال في الدعوة ديالو يقول الله لا تحوى 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 ولو شربت الخمر لغويت وغويت أمتك ثم رجع النبي إلى فراشه في بيت أم هان ونام تلك الليلة تحوى تحوى السلام عليكم الحمد لله ما زلت تسافتوا لنا 18 لا أدري تردقهم ملحيد تتحشموش نضيعوا وقتنا مع المصيبة هذا هذا كراهي لحظ قدير عليك فيديو رد رحونا بهم فينا رجعوا للعواضي واللي والبواندو ربير فلما أصبح أخبر الخبر أم هالئ قال لها ذهبت وصليت في بيت المقدس ورجعت قالت أم هان لا تخبر أحدا بهذا فإن أخبرت أم هاني طلعت 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 قل لي أنا طلعت قل لي ها شوف ما عندك شقول لالشي واحد صحي طلقت علي السلوكي انا دايزة عبشي تعودة اليوم رمحنا بخير أبقى وقول لي أنا اللي حمقتك ولا أنا اللي طلقتها ها 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 أصير معنا أسترس الله كذبك الناس وآذوك قال والله والله لا طلعتم زيانة أوليدي أوليدي عندك تقول هالشي واحد داري علش معتك تضوي أوليدي ما خصناه ما خصناه سره أوليدي خلينا هانين لا أحدث لهم فذهب وساء طلعه هو عصبا عصبا ولشو ما ندفر قال له والله تنقونا اليوم بلا الصباح نادى أهل قريش بجاتي عارو وأخبرهم بأنه صلى في بيت المقدس مع الأنبياء فهذه فرق ماذا تدعرفون القدس قد تقلب عيد الضوء الصرع شيء في الوجود هل تعلمون كم هي سرعته؟ سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية يعني ببساطة إذا أغنقت عينك وفتحتها سيكون الضوء قد قطع 300 ألف كيلومتر المسافات في هذا الكون الواسع الكبير هي مسافات شاسعة جدا جدا ولا نقوم بحسابها بالكيلومتر وإنما نقوم بحسابها بالسنة الضوئية لكن ما هي السنة الضوئية؟ ببساطة السنة الضوئية هي ما يقطعه الضوء في سنة كاملة شوش نكاتب في الدسكريبشن ديالالفيديو كاتب هذا الفيديو فقط لأجلسة الناس علماءات وراشيوناليست يعني هذا الفيديو هذا هو فقط للناس المنطقيين الناس العلماء العلماء والعقلانين ولبا ولبا وهذا الرقم هو كالتالي 9463 860 تريليون و 730 مليار و 472 مليون و 580 ألف و 800 متر هذه هي المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة وهذا هو المحياس السنة الضوئية تذكرها جيدا لأننا سنحتاجها حسنا كيف بدأ الكون؟ قبل 13.8 مليار سنة كان هناك شيء صغير جدا 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 و في داخله طاقة هائلة لا يمكن لأي عقل بشري أن يتخيلها كانت تلك الطاقة هي القوة الطبيعية الأساسية الأربعة وهي الجاذبية والكهربية هل هذا معنا أم لا معهم؟ والله يا ما فهمت أخوان و كيف يريد أن يوصلوا بهذا الفيديوهات هذا؟ فشنو و كيف يوصل هذا بقى؟ أه معاهم؟ و أعطينا أصعبي فين كينا لعبان تفرجوا 20 دقيقة فهدخونا تقيلها للقلب تيادر على الدوج و هيادر على الإسانس نووية الكبرى والنووية الصغرى كانت كلها متحدة ضمن قوة أساسية واحدة ما يمتك يا هذا؟ كانت كثافتها عالية جدا جدا و حرارتها عالية جدا أيضا حتى أن قوانين الفيزياء داخلها تصبح لا شيء يعني ببساطة لكي أقربها لكم تخيل أن هذا هذا ما زال عايش في الشيدي الله رأى البعرات أدل على البعير أوكي أوكي و أشياء صحبها دي على الوقت هذه الشيدي أنا تنآمن بالتصميم الدكي صافي أنا أقولت الخيصية ديالي تتعجبني الله العظيم أقولت عزيز علي الخيصية ديالي يعني بيرفكت ديزاين أنا دا بلغت نشوف الخيصية و تنقول تبارك الله على هذا اللي صاوبة إيو شنا ندير ذا بل مش نصلي بنا دا ما صاحبك إذا يرم بغتش تخلي على الراس و بأن نرى المشكي المشي هو في سبب الكون ولا ما كينش فاك ناري يعني وجوه الشر لنا يقولون إن العيرة لتضرب شهرا إلى بيت المقدس و شهرا ترجع منها و صاحبكم يقول أنه في ساعة صلى في بيت المقدس و رجع حتى ضعاف الإيمان تشككوا في دينهم هذا نرمال عادي و السيد جاء عندهم و قل لي وما أنا يمشيت البيت المقدس في الليلة و رجعت و طارت طاق في ساعة و حدات طاقس الليلة جيت منها قل لي أنت ساهل حماق أو مالك و بالنادي مش حال تضرب ديال الطريقة هذه انتدرتها في ساعة حتى ضعاف الإيمان شكوا عادي هذه الرياكسيون نرمال و بعضهم ربما تراجع عن دينه الروح جافي لأخوي أكسل حتى ذهبوا إلى صاحبه أبي بكر و قالوا له إن صاحبك يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس و صلى و رجع في ليلة واحدة في ساعة واحدة فقال أبو بكر بكل هدوء إن كان قد قالها فقد صدق إني أصدقه في خبر السماء يأتي وهو جالس عندي هذا أبو بكر كان أكبر عيش يعني كانت تعيشت في الدم الدرجة أنه أعطاه بنته بنته تتلعب في الزيتة ست سنين أعطاه لمحمد يعني كان عيش من درجة ملك أفلع وصدقه في هذا فأنزل الله في أبي بكر والذي جاء بالصدق يعني رسول الله وصدق به يعني أبو بكر و دب الله هو اللي دير لي هذي نسباتي يعني قامك أنا لا نحتاج إلى أبو بكر لا يكتب الآية لا صدع لا لوحي لا الأخرين مشي وتشكى ولا يجمعهم ولا ديك الأخرين تقول لي مجبشي تعاود لا صدع كامل كون طيروا قدامهم دبه هو دير لي هذي الروينة كاملة وخصوا هذي نسب القرآن والذي جاء بالصدق يا بطهر نتين وبعض الصحابة على الرسول ما الخبر ماذا تقول فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما زار بيت المقدس قبل هذا قال لهم سأصف لكم بيت المقدس تحدوه بهذا وكان بعض الناس شاهد بيت المقدس أخذ يصف بيت المقدس حجرا حجرا يقول رفع لي بيت المقدس كأني أراه وكلما قال شيئا قال أبو بكر صدقت قال أبو بكر صدقت قال أبو بكر صدقت ما هذا بيت المقدس بعد أن يترفع أي ناس هنا بيت مقدس يترفع؟ بثم ما لا كان أقوم بهذا وبيض ما فرح في كل وقت لم يكن أقوم بهذا كيف كان؟ كيف كان؟ لم يكن أقوم بهذا الهيكل كنت أراب في القرر الأول الميلادي عش أدقي عش أدقي كانت البقعة أياة ولكن لم يكن أجد شيئا منبني هو النابيت ذي الله كانوا بنيتهم كيف كان كنيسة القيامة كيف كان كنيسة القيامة را ما كان والو 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 بيت المقديس البلاسة دياله اللي كان الهيكل ديال سليمان اللي كان تم را هذا ما كانش را تريب في سنة سبعين تريب ما بقاش يعني الرسولي لكان صلى ما مهمتو ما بانسيراتي يضحك ولكن كون صلى ويكونوا صلى في الخلاق بحل صالة العيد حتى قال النبي له أن تصديقوا هذه الأمة أن تصديقوا هذه الأمة ثم تحدى المشركين قال رأيت عيرا في الطريق فيها كذا وكذا 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 أخبرهم بأوصافها قافلة كاملة وسوف تأتيكم في اليوم الفلاني من ثنية التنعيم فانتظر المشركون في ذلك اليوم فإذا القافلة كلها تصل وإذا بالمؤمنين يزدادون إيمانا والنبي سري عنه بعد هذا الإسراء وكل أهل التقوى ازدادوا يقينا أما المشركون ازدادوا غنظا وحيقا وحنقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السرعة باش كان غادي بهذا باش هو شاف هذه القافلة وعرفها يعني كيفاش دايرة وإيه وشنو العلو دياله اللي كان يعني طاير اللي باش نتشوف واحد القافلة وتقدر تشرحها وتقدر تشوف هادير خاسك تكون قريب منه وما يكون هو ما بعده شافوك طاير غادي فوق الحمار ياك وتس سرعة انت باش غادي خاسة تكون واحد السرعة اللي بطيئة باش تقدر تشوف وتمعانم زيان لان انت مثلا غادي في طيارة واشتيبان لك لتحت شنو كين هاي بانوالو هازك تكون قريب من ناس وتتشوف مزيان يعني هدي باي ناس لوقيات سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هاد المسجد الأقصى هاده فين اوه فين لنريه من آياتنا إنه هو هاده نشوف هاده اللي اللي حطلين اخونا تتشوف شفتونه يورا ماشي هاده ما كيناش في المكان اللي في المسجد اللي كان فيه الهيكل هاده راه لا عالق هاده راه أصلا فوقش التبنات هاده تبنات في الهيكل هاده تكون التبنات من بعد هاده راه أصلا فوقش التبنات في الهيكل تونس راه غاده في الاتجاه الصحيح حمد للنا حمد للنا والشكر للنا وخاو ورا كفر هذاك هو كفر وش الله تفرق الميرات وانتو ماذا تجي وتت بدأوا تلعبوه فيها صحب اه اه اوكي لا اخوان انا غادي نتلح نكملو هاد الفيديو هاده العوادي مرة اخرى شكرا بزاف على الحضور ديالكم